السلام عليكم طلبة العزاء في قسم اليوم الحياة جامعة بغداد العام الماضي قمنا بعمل فورمة وبعدها طورناها سويناها فورمة ذكية وكانت هاي الفورمة للحضور ونفسها تستعمل للانصراف بالكورس السابق أيضا سوينا تطوير كان إصدار ثاني وكان إمكانية أنه الطالب يختار اسمه بدل أن يكتبه ويكون أكو فرق بكتابة الاسم ساعدنا بربط جوجل شيتس ببرنامج سويته بايثون من أجل أن يطلع لي الغيابات وأسماء الحضور مباشرة يعني نعرف من الغايبين نسلمهم للعمادة وإدارة رئاسة جامعة بغداد الفورمة كان في شيء أكو متعب للطلبة وإلنا يعني بعض الطلبة يروحون يفتحون الفورمة الامتحانية للأسئلة ويجاوبون الأسئلة وما يبلون الفورمة طيب عندنا إرباك بسبب هذا الشيء نرفع طلبا على أنهم غائبين وبعد انتهاء الامتحان نكتشف أن الطلبة حاضرين وأيضا كان عندنا العكس طالب ممكن يكون مسجل حضور وهو ما رايح ومفاتح الأسئلة الامتحانية وأصلا ما ممتحهم فتجنبا هذا الشيء وأيضا اختصار لكم فورمة واحدة راح تصير سوينا فورمة واحدة يعني سويت فورمة تجمع الحضور والانصراف والأسئلة الامتحانية بفورمة واحدة بدل أن تكون طالب يعني ثلاثة مرات يبني لي فورمة فهنا التطوير هذا اللي سويته راح نشوفكم خطوة بخطوة شون نتعاملويا أكيد اللي ممتحن الكورس السابق راح نشوف الموضوع سهل عليه مجرد راح يكون التغيير في ظهور واجهة الأسئلة اختاريت أنه أفترض أنه أعلى احتمالية أنه يكون بيوم واحد هو أربع امتحانات أفوا يعني أربع النماذج أسئلة مرحلة أولى وثانية وثالثة ورابعة أكيد اللي يمتحنون بالحقيقة هم ثمان مراحل الأول صباح ومسائي والثاني والثالث ورابع كل واحدة اللي عندها صباح ومسائي فأكيد كل مرحلة نفس الأسئلة صباح ومسائي وكل قروب راح تجي أسئلته الخاصة لنفس مرحلته نشوف شون نسوي هذا الشيء أول شيء أبدي أني أبدي أكتب الإيميل الماتي بعد هذا أختار الدراسة مثلا دراسة صباحية إذا كنت أمتحن مع طلبة المرحلة الثانية فأختار المادة اللي تمثل الامتحان طلبة المرحلة الثانية أكيد هاي المرحلة الأولى وهالي طلبة المرحلة الثانية وهالثالثة وهالرابعة هاي نطالب مرحلة الثانية إذا أمتحن مع طلبة المرحلة الثانية أختار تنوع والتطور هذا كل مجرد مثال هنا أنا رح يقولي أنت تتمتحن مع المرحلة الثانية وأختارت صباحي فيا شعب أنت قعد تمتحن مثلا أقول أنا مع شعبة A وأأكد أنه أنا الثاني صباحي وأضغط Next بعد هذا نقولي أنت شعبة A المجموعة يهو فأختار مثلا أنا A3 طالما صباحي أطلع بA1 و2 و3 بعدها أضغط Next أسا يقولي أنت بالA3 هاي أسماء زملائك يا من وين أسمك اختاره مثلا أنا اسمي أحمد مازن اختارت اسمي وبعدها أنا بنضغط Next سيطلع الأسئلة الامتحانية نحن عند مجرد المثال أفرض ترضى أنه سؤالي فقط أكيد الامتحانية هاي رح تأتيكم يعني Section Cam للأسئلة أسئلة المرحلة الثانية فالطالب رح يختار الإجابات الصح مثلا يعني يعني لعها التعيين دع أختار إجابة المرحلة الأولى سيختارت عامية الجمع ما يعمل لها حسابية يعني مجرد فتشي مثال والمرحلة الثانية للطرح والثالثة ضرب والرابعة أختارت لهم القسمة يعني مجرد فتشي إيميلي ونشوف الدرجات شون ستكون يعني هاي فورمة مثل ما تشوفون هي فورمة أسئلة تجريبية وحط التاريخ هذا التجريب يعني مجرد حاطة للتجريب مو امتحان أكو في هذا التاريخ الحقيقي يعني هل أنت محمل؟ إذا أختارت نعم رح يقول أنت طالما محمل إذا أنت بيا مرحلة حاليا ممكن يكون هو طالب مرحلة ثانية وإذا يمتحن ما طلبت المرحلة الثانية فإذلك هو رح يكون هذا خيار ما تصح أما إذا كنت غير محمل فأختار لا وأضغط next هنا رح تظهر له عبارة تقول لقد أنهيت الإجابة عن جميع الأسئلة وأنا متأكد وأوافق على إنهاء الامتحان بعدها ملاحظة أخرى لا يمكن التراجع عن هذه الخطوة في حال إنهاء الامتحان لذلك اقتضى التنوين هنا لا تستطيع تقول submit إلا ما تضغط نعم ووافق وتضغط على submit شون تتأكد أنه إجابتك وصلت؟ رح يطلع لك لقد أكملت تسليم إجابتك الامتحانية بنجاح أكيد الطالب المفروض وراء ما يسلم الإجابة يفترض بي أن يبقى ينتظر أنه محتمل أنه إجابته صار collagen بالمعلومات وممكن توصل إجابته يعني مشوهة أو بشكل خاطئ فالممكن اللجنة الامتحانية تتواصل بياكم بعد الامتحان فأبقوا موجودين حتى تتأكدون أنه إجابتكم مصلت بشكل صحيح يعني ممكن اللجنة الامتحانية تقول أريد من فلان طالب أن يراجعنا فمو معنى هذا الطالب يترك الامتحان ويطلع يبقى بعد الامتحان لحد ما اللجنة الامتحانية تبلغكم أنه الكل تسلمت إجاباتهم بشكل كامل مو معنى هذا أنه إحنا نجاوب طالب طالب وإنما الحالة الطارئة رح اللجنة الامتحانية تقول فلان طالب أريد يكون موجود فلذلك هذا يبقى الاتصال وتواصل لحد ما نقول انتهى الامتحان يعني هنا كانت تجربة للمرحلة كانت المرحلة دراسة صباحية مرحلة الثانية لو كان طالب مرحلة دراسة مسائية أيضا يحتاج إيميل بعد أن يكتب الإيميل نضغط Next راح يقول لي أنت يا مادة تمتحن طالما اخترت أحيات مراضية في أكيد معناني رابع و Next مرات تبدو أن نسوي Next أجي أضغط هنا أو أضغط هنا ماشدول انتظروا خمس ثواني مرات أكثر حسب سراعة الحاسبة لا ترتبكون يعني مرات الإنترنت أو ساعة الإنترنت مرات الإنترنت بهاي وقت الذر ووقت الامتحانات واحتمالها من ارتفاع درجات الحيارة يأثر على شبكات الإنترنت لا ترتبكون منتظروا خمس عشر ثواني وبعدها أضغط الإجابة المناسبة مفترض أني طالب صف رابع مسائي وشعبة B وأضغط Next وهنا يقول لي أنت بي 1 لو بي 2 مفترض أني كنت بي أشوفوا بي 1 أو بي 3 لأنه الصباحي فقط هو بي 3 غروبات وهنا اسم الطالب اللي هو ضمن غروب مكتوب بي 1 فورث بي 1 فهنا أختار اسم الطالب مثلا أنا اسمي أحمد ثامر أو أسامة مثلا فأختار اسمي الصحيح من الجروب وإذا لم يوجد أكيد تواصل مع الإجابة امتحانية من أجل أن أتأكد ليش اسمي غير موجود حتى ينضاف وبعدها ضغط Next راح تظهر لي أسئلة امتحانية أتفق بياكم أن الرابع راح يطلع لهم عملة القسمة بعد أكثر أشوائيا حقيقة كمعتاد وبعدها ضغط Next وراح أقول أنا محمل لو غير محمل نبدأ رابع هو في غالب الأحيان إلا يكون راس بعد سنة يكون محمل فأكتب لا Next وبعدها إذا أضغط Submit راح يعترض ألا أقول نعم موافق وأضغط Submit وبعدها يتظهر لي عبارة لغة أكمل تتسليم إجابتك امتحاني بنجاح فإن هذا الشرح كان نوافي وأتمنى لكم عيد سعيد مقدما وأتمنى لكم التوفيق بالامتحانات النهاية تحياتي للجميع تحياتي